بعد انتهاء الاجتماع الذي حصل قبل قليل بين السيد مدير عام صاحة نينواء دكتور حسن واثق المحترم والأستاذ خالد الشاهين مدير تربية نينواء تم الاتفاق على أنه اعتبارا من يوم غد الخميس 13-4 سوف تباشر تربية قسم قضاء الموصل بفحص المتعينين الجدد من العقود في مستشفى الموصل العام يعني في لجنة الموصل العام صباحا وكذلك تم الاتفاق على أنه سوف غدا يتم اللجنة المسائية تقوم بفحص قسم تربية التعليم المهني في بناءة تربية التعليم المهني حيث ستتواجد اللجنة إن شاء الله من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة مساء أما فيما يخص يوم السبت فسوف يتم فحص قسم محو الأموية من قبل اللجنة المسائية والتي تباشر عمالها صباحا ومساء أيضا في بناءة تربية التعليم المهني إن شاء الله لننجز بذلك قسم تربية محو الأموية وكذلك قسم تربية قضاء الموصل إن شاء الله واعتبارا من أحد القادم إلى الخميس على كافة إخواننا من المتعينين الجدد مراجعة بالنسبة للجانب الأيمن مراجعة اللجنة الطبية في مستشفى الموصل العام وأما في الجانب الأيسر وبما يخص تربية أم الرابعين مراجعة اللجنة الطبية في الجانب الأيسر إن شاء الله قبيب الاختصاص خليل يونس خلف مدير شعبة اللجنة الطبية في دارة الصحة ترجمة نانسي قنقر